ضيفنا وضيفكم الليلة فنان مغربي وناجم في سماء الكوميديا المغربية ضيفنا وضيفكم الليلة امتهن المسرح السينما ومنها داز الفكهة ضيفنا وضيفكم الليلة غالي نقضيه مع أوقات ممتعة من بعد الجينيري اخير كلام مشاهدين مساء النور مرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم اخير كلام على قناتكم الفضائية والفنية شادا تيفي كيف ليلة كل خميس ضيفنا وضيفكم الليلة غالي نختزله فقط في كلمة وحدة وغالي نقول عليها انه نجم الكوميديا والاسم ديالو لا يختلف عليه اثنان سيدي حاسن الفضاء النور مساء الخير السلام عليكم صافة ببا حسن حمد لله كنت في خير حمد لله صافة بليزيق ولقاء كنت كانت سنة بشوق وبشغف سيتم بليزيق بقتاجي وان شاء الله نهدي والمشاهدين شادا ان شاء الله واحد اللحظة لبرنامج الفازي اللي يبقى في الدكرة ديالو ان شاء الله نقول بسم الله مرحبا تعالى وبركاتي الله ونمشي ونفتتحو البرنامج بأول فقراتو من أنا أول سؤال السيحاسن ما كونه هو حاسن الفضاء هو أنا أنا خلاقيت في الدار ربيضة والدار سبع خلاقيت في درب السلطان يعني في الكارت ناسيونال عندي يفيدة درب السلطان ولكن لاجدو سيزن مشينا مشى الواليد العين سبع وغير واحد القوس فتحو الواليد في هذا بكنا قبل في عين سبع وشان العين سبع مباشرا ببعد الولادة ديالي لأنني كان أعتبر نفسي بيضاوي لأن حتي تبقى التقع في البيضاوية ديال العصر ديالي هي الطفولة جنراسيون ستينات؟ تنين وستين ستينات شنو جيل دهابي؟ الدهابي دائما هي مسألة نسبية وجيل دهابي بالنسبة لربما الأجيال الأخرى هدو ولدت ستينات وسبعيلات وثمالينات هكو كيتلقوه هدو أولا قبل كيتلقوه ايه ربما لأنك تشوف المقالي الأجيال مقالي الأجيال كيتلقوه لا رأي ذاكو والأعصر دهابي لكن عندنا واحد الأستاذي قررناه تاريخ الفن تقولنا أنتم تشوف أراك أنتم لا تكلموش على بعضياتكم بإسم فنان كانت باني الإكسبريسيون أغتيسة ممنوع تقول أنا فنان في الفنو تشكيلي تقولين أنتم راه العصر الحجاري دي الأجيال القادمة حانا وقت تسنى من نمو وليد 24 نوفمبر 1962 قلنا كنت تقوم بشكل أبراج أو لا؟ لا شيء بالضرورة شيء أصعفي لا شيء ملكانة الصحفة المكتوبة كنا دائما كانوا نقرأوا هذا ولكن كما يقولون من أجل تسلية؟ تسلية لأنها لا شيء علم دقيق كما يقول لك علم قائم بداسة لا يمكن أن نظم أن الناس التي تزادوا واحد فترة زمانية من السنة سيكون لديهم نفس القدر طبعا ولكن من أجل تسلية نفسك من أجل تسلية سجيتار أو القوس ما تقول لكم قلبكم كبير؟ كبير ممتسة ممتسة كبير كبير كبيرتني في القلوب الكبار في الأسرة وفي المحيط وفي كبير كيف كانت تسلية 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 متفائل كذلك؟ أنا ليس متفائل وليس متشائم أنا متشائل خلط نحن مجموعين أنا دائما أتوقع الأسوأ والفق في مجموع تسلية كبير تسلية أسئل أيضا تحكم لا تسلية وأنا هي كبير المتحدث هذه ممتسة لا تصبح في نصف تعمل على مجتمع بمعارضة لا احتاج دكاء اجتماعي لا احتاج دكاء اجتماعي لا تحتاج دكاء اجتماعي لا تعرف كود نتصرف بهم ولكن ملاحظ لان كنت دائما في الهامش في المجتمع و كنت متفرج على المجتمع ولكن لديك دكاء اجتماعي حتى نصدر احكام قيمة على الآخرين هل ترجعك للهامش للمجتمع؟ المجتمع في المفهوم فلسفي ليس لهامش ليس لهامش ولكن لهامش الأوتوماتيزمات والسلوكات والعلاقات يعني لا يوجد لحد الساعة كان شوية للسداجة في العلاقات لحد الساعة يعمل معي أولاد صغار من قد أولادي يقول لي نعم من قد أولادي هذا السلوك لدي هذا السيد لديها مستقبل يعني عندي كلاحظ أنه يوجد مزح ولكن تلاحظ تتعرف مجرد حدود وتزعيم لا لا أبدا أبدا كل شيء هذا يجب ولكن لعبدتها فيها وضحك حيث فوكها ربما قا أصلا هي راجت هي باش تحل ذاك الشخص المنطاوي اللي فيها ذاك الخجل ذاك المنطاوي منشيت الخجل رحت بأن فوكها عندها واحد سحر على الناس حلشي ما جي فهمتي تضحك تقدر تضحك شيء وكتقرب مولاها من الجمهور وكندوس فيها هذي كيقولوا علا أنه من صفات الفنان كذلك أنه جميع اللي كتلقات حيث الأضواء كيكونوا واحد شوية شخاجون الأغلبية الأغلبية ديال الممتلين والمشاهير اللي كنعرف منا في المحيط ديالي المباشر في المغرب هما ناس خجولين كيقولوا كذلك على البرج القوس أنه صادق أنا تقدر تخاف مني في حالات الضعف ديالي يعني الصدق هو شيء حاجة طبيعية من اللي كنكون ضعيف كيخرجوا جميع البلاوي كيخرجوا فيها في الضعف ديالي يعني نقدر نكون مخيل بالصدق كتسيء تصرفني كتبه نعيف حسنا متوتروا في حالات الضعف جميع أشكال الضعف أشكال الضعف هي رغير ضعف بحالك الانيمان اللي كتير عبد لنا خيف بحالك يعني لما أخيل بقيمة صدق فهي من الضعف ماشي قيمة ماشي تابات على واحد القيمة شرح جابيل عندك كيقولوا لك هذا لك ماشي قيمة ماشي قيمة ماشي قيمة ماشي قيمة هذه الأمراضي فيها عشير زوين كنظن أنني عشير زوين واحد الفئة التي تعرفوني ولا تحاسبونيش هم اللي كنطول معها لأن كنقدر نغياب منعيات منتاصل مع حاجة ولكن صحابي والناس اللي قراب عليا وليتنحب ديما نعيشين معايا عندي صاحبي رأوف مثلا ماشي قيمة ولكن كنشوف الحياة بعينيه وتنتكلم معاه في راسي تنشبعي منه بلا ما نشوفه هلو مالعي يطليه ماشي ديك حيت صاحبك رأني دائما معاك ولا دائما والتي يفهم هاتشي تنطول معاه ما تحفينيش كي نقولو احنا بالداريجة ديالك لا لا ما كانش داك شي لا حسان والحب نحن نجيبوه دورا في كاركتر ديالك الحب غالبا بغاربا مني تطرح عليها حب الوالدين حب الاطفال حب الوطن لا الحب ديال العيالات بالنسبة الرجال ديال العيالات لا هذا لا الحب ديال لا الحب مشكلة مع الخجال انا عاونتني فوكها شوية فتعبير عن الحب لانه مني تدوزو بطريقة متفكهة تتعبر علي بطريقة متفكهة ربما كتوصلو حسن لانه واحد احساس كبير كبير كي لا شولي لك نضحكوها الشريف لانه مشكلة المشكلة هو العناية بالحب حب كإحساس كل شيء يقدر يحب ولكن الحب المشكلة دياله مش المشكلة يعني هو أنه واحد الإحساس متطلب العناية بالحب هي الأهب هي الأساس لأنه يفضي في المجتمع الدين المشرقية وهنا في الجنوب يفضي حتما إلى علاقات اجتماعية ملزيمة فهمت كيف عاش والضروري من هذه الملزيمة هي المشكلة الكبيرة المسؤولية المسؤولية وفي واحد في طرف الشباب ومشي غير أنا بزاف ديال الشباب كي غير تحس فلا سيبدأت يحب كي نساحب لانه خوف من المسؤولية وخوف من الارتباق وتقولي مرتبط بالآخر كي يكون حب مشروط بالمسؤولية نعم مرتبط بها هي التطور دياله هي المسؤولية كيف ما بغي تكون سمية ديالها أو لا فهمتك نرجعو حشوية الجدر ديالسي حاسن الفد حاسن الفد والوالدين عائلة كبيرة تبارك الله ما كبير غير الله كيف كي نقولو وفي العائلة عندكم خمسة ديال الجنسيات وفي العائلة خمسة ديال الجنسيات تقولي بحل لك تجي غريب لا لا اخوات واخوات ديالي عندهم دوبل ناسيوناليتي هذا ما كان كيف حلتك كيف حالك حسن؟ او من الوالد احنا احداش من الوالدة ثلاثة ولكن في الوجدان ما كانش هذا الفرق ما نحسوش به هذا فرق ما شتيف ترتيب انا نمرأة خمسة نمرأة خمسة يعني وسط صبورة ترتيب من الشط البطولة من الشط البطولة وصافة ولكن عندها هذا الشعب في خاتخي ديالة انز كتكون عندك لا تضغطي وليس لديك شوش ديل الأخر كتكون الوسط وهذا كنت متفرج مزيان على شو واقع قليل التعبير وكثير ملاحظة آخر سؤال فاتشيك حصل في الدرجاوي؟ رجاوي بالوراة بالوراة حلية عيني الدار مصبوغة بالخضر والأخوي الكبير رجاوي وكانت هذا القديد رجاوي وكانت تفتخر بانتماء تلك النادي طبعا اليوم للأسف كانت كانت شوية العنف تعصوب كانت تعصوب كانت تخذها بالأمور بالعنف جيدة مفريطة مجرد إعلان عن انتماء تلك أنت عادو وانا ما كنت تصور أنك تريد نكاية في نادي آخر ما كنت تفهمهش يعني انتا رجاوي غدد في الوداديين ما كنت تخلش لي الراسي ولا ودادي غدد في الرجاويين ولا كونك ودادي في أنت عادو وخصنا اللي قادرنا بصدفة كانت الماتش ديال بالويداد والويداد كانت أصبح سعيدا وكانت تخلش على الماتش وكانت تخلش على الأمور لكنت تبقى جدد في الودادي وكانت تخلش على الأمور لأنه لم تفهم ماتش وكانت تخلش على الأمور وكانت تخلش عني لأنه في أي وقته يقول يرجعون الأور لم يكن من 4 ساعة الخرى يتجعونه مرتاحين وده بشي الوقع وفرحت ملي ما تحسبش بلانتي صديق يعني راجعوي ولكن ميمكنش تبغي واحد نادي ضد دنف نادي حالك تبغيش هي مرأة غير ضد في مرأة اخرى مراكباش ياك حسن مراكباش خسته لك شي يكون بالضاحك وش دانش فيها كشفوه يبقى انه الجماهير في امزافة للشباب والقلب ديال الجماهير تصوى الويدا دية ولا الرجاوية ولا ديال من اخرى تصوى شباب المرأة والعنف بكل اشكاله حيث هاد الشي ديال الاندية وكاد تستعمل انتماء كي تستعمل باش نفرحو بانتماء ديالنا الوحد النادي ماشي يستبو القدف والشتم والاعتداءات وتشهير والعنف للجسدي بعض المرات المضاربة وتشيار انا كنت في حضرت الماتش ديال المغرب الروسيا في أبيجان وعدنا نتعلموا من ذلك الناس كنت افتيران وهد المرة تاني كنت افتيران وقالا قان قان نشيدو كما ذلك الماتشات ديال تأهيل خلصوا علي الوري قان مشيرا تتكون باركة فهم الناس فلسيتاشن 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 نحن نداد ولكن فارنش تدفع نحن نتعلموا على انا تقول لي يا جرادة فريمي جعا انا انا جاء لعب في الويداد كان صغير يعني قلت لي يا ولدي قل لي بغان نشي لعب الكورة ما قان دك الشي ديال الفلاليس فينا تلعب قل لي يا راه صاحبي في الويداد واحد الشي نويت يقرع معاه قلت لي يا راه تشوف يا ولدي راكين واحد فرقة زوينة عندو حتونية خضرين زوينين قل لي يا شوف انا بغيت تشيل الويداد على وعدي وسعدي غادي كنشري ليه من المجازل داخل ديال ونطلعين علي الويدادين كنشري ليه علاش لانه هو اختار الويداد وكينين عائلات في حل ما فيهم ويدادين وفيهم راحاولين هاك وخصاتكم لقاء معاك شيق اسدي حسن كانت الشيق اللي واحد شويش كنت هارفو عن الشخصية ديال بيس ندوزو الحاجة اخرى مرحبا اخر كلام وعلى قناتكم شادا تيفي نتوزارك ونكملين معكم دائما ندوزو الفقرة الموالية برنامجكم اخر كلام انتوزارك تأمل بزهر سدي حسن اه ازهر هو واحد المفهوم نسبي دائما ازهر هو واحد المفهوم نسبي ازهر والقدار ويعني كالي يسمي زهر كالي يسمي القدار ايه المكتوب الازاغ مثلا امش بالصدف مثلا امش بالصدف كل شي مبرمج كل شي مبرمج اه كان عندي امكانية انني ربما هي اوازهر لانا الوسط الاساري تسمح لي انني ندخل ندير المعهد وكان اخوتي بزاف دائما الموسيقى صوفيج الاغتار ندخل من بولفاق فوش الزرق طوني يعني كان تساعد على تطوير هذا الملكة الملكة الفنية وستمرت فيها والواليد قرأت كاملة تقريبا بقيت دائما من الكوليج كان قرأ دراسة العادية هلو نمش وش يسمون المشوار دراسي دلك الكوليج عادي العمومي ومن بعد كنت غادي ندير ادب ادب عصرية كنت مزيان كان عندي واحد اللغة عربية كان عندي واحد وما زال عندك لغة عربية جميلة امريكا ضعت مني بزاف يعني عندي واحد احباط كبير لا اخرج على القليل الممارسة لا التمرس والتطوير بالخصص لانا في الكوليج كان الأستاذ يقول لي كيف يقول لي إذا تستي فوقتها ديالتعيق ديالالوريونتاسي إذا تستي أدب عربي ستكون أحد أعميدات الأدب العربي في المغرب الأستاذ أزريبو عز الله يا رحمه ولكن دو وصل على الكونكور دياليزاق بلاستيك كان والله اللو لاسكسيون دياليزاق بلاستيك فنون تشكيليا فنون تشكيليا والغاو هذا اسميته ديالي مرة أخرى القادر ودست فنون تشكيليا في الليسي ولكن بقى مصرح كنقرع بالموازات أعم أختيت الباك ديالك باكالوريا فنون تشكيليا زيت ودرت هذا قريص هذا البسيكو في مركز الكوين ديالالاساتي باش ندرس فنون تشكيليا ولكن بقى مصرح تنقرع بموازات مبعد جاموران الموسيقى لان أصلا احنا في المصرح في المعهد ديالالتطربية كان إجباري تقرى الدنس الدنس مودير الرقص وتقرى الغناء الكلاسيكي كان obligato كانوا هاد الفنون كلها كان مشيو المعهد كان قرارو هاد شي كله كان قدروا ندخلو قعد أقسام أخرى ماشي لديسيبلين ديالنا كان هاد شي كله غادي موازات وحل فترة طويلة في وهو اللي عاونك بطاية الحال في الكارير ديالك وعاونك بزاف اي لانه حل في النان متقف بزيء وتقيل وسميتون زيانة سي حسن اه لانه كيلي اليوم كيشفوا بزاف ديالناس وصول الحال بزاف ديال الشباب كيشوفوا مثلا وصيقتوا اليوم تبارتلاع مع مواقع توصول إجماعي وهذا هلا مشهور هدها هدا ديال Ple supplied هذا اراد انا نقصر === لا ها اه فامت不对 فامت ها اERE بعد مرات الحدو لهادا غير ما تكونش مدعاية للمخطرة فهمتي لأنه إلا ما قريتيش وما كانش عندك اختيار وموهوب ممكن نرى ممكن الإنسان بلا ما يقرأ يكون موهوب يكون خصوصاً فوكاهة ما ما والو ما عنده تشي تكوين يذكر ولكن عنده ملكة وعنده موهبة ربانية تضحك هو ما مطلوبش منه كتر من هذا الشي أصلاً إلا كان شوية متقف وموسع التكوين دياله موسع الأفق دياله والمراجع دياله كيمكن اللي يطور الملكة دياله ولكن ما مطلوبش منه يكون متقف نكون واضحين في المسألة هذه طبعاً زاركوسي جعل منك أنك هدرنا على قبيلة والستينات أمريكا نكون وليدة ستينات السبعينات سيك نكبرو مع الكبار ديال الكوميديا في المغرب منهم أمتيلا مثلاً سيب القاسوسي عبد جباروزير اللي يرحمهم بجوجون فضلنا على هذا آه عظيم اللي كانوا واحد تدائي هاد الصورة كانت عندنا هادا ستان كارونتسانك توغ فينيل هادا وفي واحد سكيش مع ممارين ساح هاد الناس هو مدرسة أنا المراجع ديالي هي المدرسة الكوميديا المغربية ديال الرواد والمدرسة الفرنسية هادو كان عندنا الكارونتسانك توغ كان عندنا تغن ديسك وغاد ديور كان فيهم تقريباً وهاد الناس التروفية بزاف عبد الرؤوف شبالوزروال من بعد اسميته تنائي بزيزوباز يعني هادو هما الناس اللي امتهنوا الفوكها كل واحد طريقة ديالو بشعب البضاوي يعني كل هادو كانوا بنسباليا كي يقولوا لي اراها الفوكها شي حاجة ممكنة بالتقافة ديالك الفوكها شي حاجة ممكنة بالتقافة ديالك بالكلام ديالك بالتقافة ديالك كنت تتكلم مع الكبر طايت حالب عبد الرؤوف تتكلمت عليه شو ممكنك تقولنا على عبد الرؤوف خامعو عبد الرؤوف الخصوصية ديالو في العالم العربي هو انه اشتغل على شخصية واحدة وتطورها وعاشت سنين واترت في اجيال يعني وهي شخصية بسيطة ولكن تطوير ديالها الخط الدرامي ديالها تطور مع الوقت شفناها من بعد في التلفازها في المصرح نشرته في المصرح نشرته في المصرح نشرته في المصرح وكان عندنا لكارونة سنينك توف ديالو إلى آخرين كانت سجيلات لي كانت جميلة جدا وتحيال سابر هي تجربة متميزة في العالم العربي نشرته في المغرب نعم من الكبار كذلك أنا نظر واحدة شوية الأجانب وليتوا اشتغل على شخصية وطورها ماذا الحياة ديالو كاملة شارلي شابلين شارلي شابلين وأضطر في العالم كله لأنها شخصية وحدة يعني كان هذا هو تشابه في شخصية وحدة وطورها ويعني اللي جميل أنها كانت عالمية كونية لأنها ما كانش كلمة ربما ذاك النقص ولا رضوها رضوها وحد ذاك النقص في أداة التعبير اللي هي الكلمة عودوا بالصورة وكان نتيجة قوية أو باقا انتمبوغل يعني قدرون تفرجوا فيها في كل عاصل واللي كان سميه في اللغة في اللغة ديال الكوميديا بللغة ونيفرسل حالش كلمة ديال تومي جيري تكون مغربي تكون شينوي تكون هيندي تكون إماراتي تكون ميريكاني الموقف ماشي الكلام ماشي نعم كين وحد أقول حتى وما حدا كان نجيبه دوائر حلما مستربين مستربين بلو غيصان وكين زوين الشخصيات ديالو وحد عندو خاصية ديالتعبير جسادي تعبير بالموقف الى آخر وم من بنسبة أنا مستربين سي بلو غيصان ماشي بدكش لالتأثرت بي فالصغوب ديالي ولكن كنا نقوله أنه كبرتي معه وحش شوي كان غادي ومبارل مع حسان عرفته مؤخرا يعني دك اليموغ بريتيش فهمت فهمت بريطاني فكها رجعو المغرب والأسماء البارزة عند المغربة وليه هذا طاية الحل إذا قلت لك الاسم ديالو ما معارش كيفش تقول إيجابة ديالك طيب العلج العلاقة ديالي بالطيب العلج بالنسبة لي ما كنت كان قولها طيب العلج ما أريد أن نقوله طيب العلج أريد أن نقوله وما أدرك ما أدرك أنا هو الاسم كامل ديالو أنا قلت عن تلميذ ديالو هو أستادي سيب شعيف الطالعي الله يعطيه صحيح وهذا الشخص هذا التلميذ الديسيبل ديال حمد طيب هو اللي حبب لي الدارجة المغربية هو اللي فهمني كما تقدر تضحك بالسرق اليدانتية السرق هو اللي حبب لي الكتابة بالدارجة كلنا كنا كنا نعتقد بين الدارجة مديرها للهضراء والتواصل في حياة اليومية فإذا بها أولت بالنسبة لي أداة أدبية للتعبير هذا للمسرحيات اللي ما مخارجين سالسوق ديال أحمد طيب العلج ولعبت بأنهم مشاهد وأنا مديل لا بحل الجيل ديالي كله بحل أعطيه هذا السيد بالضبط داخل فئة اللي كنا نسمي منها العرب الفاتحين المنفاتحين اللي بالأصالة ديالهم تقتحموا العالم قرية شكسبير الترجمة ديال مطرعن قرية صوفوكل سينكيام سياك لفانجيزيكي ترجمة طه حسين وقرية موليير إعداد واجتيثات واستنباع ديال هاد السيد شفت المسرحيات ديال موليير تقول تحلف مغربيات لأنه خدم عليهم واحد اشتغال فن الاقتباس ورتي هز ذيك الشجرة وين بتاف المغرب ستقول المغربية الروح هادو مال العرب اللي كيشبوني لكيكون عندهم القدرة على اقتحام عواليم تقافية بعيدة للأفاق مقوف الأسماء لأتستات واحد شويش الفضاء كما نقول ديال سيحسن الفد وليليوم أعطتنا حسن اللي كنعرفوه الله يرحموه اللي فرقنا مؤخرا أستدنا جميع سي عزيز فاضيلي وعزيز فاضيلي الحاج الحاج الله يرحموه والله لاتقترت بزاف الدهب ديال مفاجئ مفاجئ اغفلنا اغفلنا ما قال هالينا موال اغفلنا هو بنسبة لي هو الطرف جيل لقدتو اللي مكيعرفوش الناس هو خدمة ديالو اللي دار في مسرح الطفل وفي المسرح الفرجة ككل فهمتي وخلالينا واحد جوهرة اللي هي حنان وعاديل يعني تأثرت بزاف بزاف فعلا بزاف كنت كنحبه كشخص وحنان سيتقريبا نفس الجنراسيو ديالحسن ولكن هي بزاف الناس اللي سي واحد شوية شوية لا هي سابقاني هي جد فوكها مباشرة اكتباقي تنظر باقي سنقلب هذيو مازالك 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 اشرب ووهي فنانا كبيرة بزاف حنان وانا كشفوها كنعيش وانا وانا كشفيش في الغيزو سوسو انا مفترة بزاف بالوفاد الودي لا ما ساهل لا لا ما شهر انا مانطور هو الاستاذ والاب وعلاقة قريبة بزاف نسي هارية في جيونيل ما شهر ما شهر شهر قليلة يعني جزء من حياتها ولا موقف الحياة يعني صعب 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 الله يرحمه والله يرحمه بطاعت تحل وعلا بطاعت تحل الابتت فاميه ديالهم وتنسلم عليها على حنان كبير السلام ظهرك وسيسي حسان لجعل منك انك واحدش شويش مبين الناس القلال الله علم عشرة الكبار وخدمتي مع الصغار ومع مرك ما كان عندك مشكلة انه بشيتي ملد وميحت الهيتم يفتح هذا المقاربة عشرة من العربية الله يرحمه هذا امتياز نعم الهيتم مفتاح الذي نبيل تحلجه الذي تفتح ربيو الذي تفتح ربيو الذي تفتح ربيو في المغربة ذلك الرواد الرواد الحاجة العربية الله يرحمه عبدالصاق حاكم حمادي التونسي الله يرحمه امتياز كبير ومع مفتاح ما يفتح ربيو في البداية ومع محل العمل كبير وعشرتهم وشفت السخاء ومن بعد حتى امتياز ومع مفتاح ومع مفتاح وليوم نعمل نعمل هيتم ووساما كل شيء واخرون ومع مفتاح اليوم نعمل مجموعة عجيبة ومع مفتاح ومع مفتاح ومع مفتاح وكما قلت لك كان هناك تقليد في الفن لا يوجد انا على الاقل ما الذي تعلمت هو هذا جيل مع جيل واحد تداخل جميل جدا تشدو بيديك وتيعطوك لزاستيوس بعد المرات يخصك عليهم خمس سنين باش تلقاهم طبعا فمتي وشفنا في الحبقات يقول لدى سدي وسبوعين كيفاش تتكلم عليك فاش قلت لي السحة الفت قال لك هذا قطع اه عجيب عجيب اضرح معا انسان طيب تحية الجميع كوميديين طايت حال شاكين واحد مسألة والله واحد مسألة مهمة قبل الدبلومات وقبل التجربة وقبل التمرس كين واحد ديبلوم كيتخذه في الدار ديل القيم بحل ايكو واي ديل القيم وديل التربية وديل القلب الكبير والسخاء والطيبوبة هالأمور ديبلومات هذو تعطيهم الوالدين طبعا وهذه ديبلومات اهم ربما من من ديبلومات اللي يمكن تخدم بؤساسات اكاديمية في المصار اكاديمي ديالك قبل ما تشي الكوميديا درتي بتاعي تحل في السينما وخدمتي ومشتغلتي في السينما والاشتغالات القليلة اللي علم ديالك وصي في السينما كان لها تقريباً خرجت بجوائز اه لانه وتفكر عليك عم تكون كارير اللي هي زواء وناس سينمائياً مغرمياً اللي بغير نقوله اه علاش هاد المنعراج ومشيتي للكوميديا علاش خليتي السينما اللي بديتك تحرض فيها جوائز ومكان يمكن لك اللي بديتك تحرض فيها جوائز اه علاق بالفلوس علاش خليتي السينما ومشيتي للكوميديا هو بس الحكاية ديالي مع الفوكاها هي غير كانت غير تجربة يعني كنديرو انكزرسيس دوستيل نقولو كيسك سعبو كيسك سعبو طلعت سيوخسان بوحدة ندير انكزرسيس تمرين هكا ندير نخدم لستيل وانكزرسيس وانكزرسيس لانه طريقة الكتابة ديالو تختلف طبعا هي بين البيانين بين الكتابة المسرحية واستندة كان الواسط لانكزرسيس وقلت نجربها تشدت نجد وانا نحلو احد القوس وباقي محلول اما انا مشي فوكاهي انا رجل المسرحي يشتغل الفوكاهة اذكرتني اذكرتني اذكرت المعقولة هذي بساف اوغدين نشرحوليها باشنشرحوها اكتر وانا نقولك الجواب ديالك ماشي مقنع ولكن اهلاش تخلي واشي شويش على السيئة انا اعطيك واحد فطره في حياتي الشخصية مالي ديال فوكاهات تقريبا في الوقت اللي تزاد عندي الابن الاول وانا نكتشف باناني بالاضافة للمساج ديالي الشخصيه ديالي وهاتش كله انني واحد البابا بول يعني دراري وربي ودير يعني نقدرش ندير مسافة نقدرش نحضار ونشوف نشوف داك شيتي كبير السينيما كانت واخده لك وقتك الله علم السينيما في داك الوقت انا اسست واحد الصورة واحد اليدنتيتي اموريستيك والتي عندي والتي كان قدر ندير مشاريع ديالي ونتحكم في ظروف الانتاج يعني فين نصور توقيت اللي كي ناسب العطلة المدراسية ديال وسط ديال مدراسة ونجيب ونكون قريب وهذا الى اخير السينيما الى كان ديكور في شي شمديرا ورزازات ركتش هذا يعني بكل حرية الاشتغال اللي اعطاتك الفوكاه اعطاتني واحد الحرية الاشتغال في الجنس الفوكاهي وفي الحرية ديال البرمجة وديال الوجيستيك وفي الديسبونيبليتي ماشي ضروري في الم خصك تحضر شي كيف بغيتين تا ماشي كيف بغاول آخرين اكزاكتما وسهلها سعليا فوكها سهلات عالية ندير المهنة ديالي ونبقى قريب من الاسرة ديالي هذا هو سبب بسيط جدا صغير كوسي جعل منك واحد من الرواد تتكلم منك بلا على سي عزيز الفضيل حانا كذلك تعيك تلعب تقريبا من نفس الشي الباروديا اه الباروديا اولا ما كانت في المغرب قبل طبعا يعني كان عند الرواد طبعا ولكن سي حصل فضلي ومعطيت حال انا تأثرت انا تأثرت كتعرفهم حالان كتعرفهم الفاضي اللي كتعرفهم زين اه 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 في فرنسا والخدمة ديالهم يعني تبهرت بها منتما اه اه جات الفكرة ديال يعني اشتغلت قبل كان واحد برنامج ديال مصطفى مسناوي الله يرحمه اللي هو باروديا ديالت الفازة اللي اشتغلت فيه هو سي بي بي ومبعد انا انا الشغف ديالي بالباروديا والستيل الستيل فرانسي ديالالا بارودي قلت مزيان انه تشتغل في التلفازة وتستعمل اداوات التلفازة باش ديالكاريكاتور ديالتلفازة وهاد الوصفة بقيت فيها مدة طويلة خرشي منها بسهولة؟ دا ما عنديش رغبان نخرج منها ممكن في اي لحظة اه 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 اي لحظة وتمارك الله عليك اتبارها فيها اه لالحمدلله كاين اتغفاقات كل مرة لان فوقها ليس عين مدقيق لانتكام المنطقة لآخره تقريبا وصلنا للأخير لهذه الفقرة هذه ما زال يجل جال حويج معك سي الفلم دي الحلقة لأنه هذا مهم جدا بالنسبة لأي كوميدي كوميدي ودايو عشته وعبرت إليه على خشبات المصرح من خلال حسن وربعته تعلمت حتى تلقع إضافة للفنون تشكيلية وقيم هما قيم قيم دي الفنان هو المجازفة المجازفة كنا منك ندرسمه مستاذي إلا شاف شي واحد تخيدي يلي تلقي ديك غامر بالبانسو غامر في اللون غامر بالاختيارات لا تبقاش حبيث شي حويج اللي نجح لا تبقاش لزون دي كونفور ديالك وهذا شي وباقي داخل كبور باقي تنجيل مجازفات لأن إلا ما درت مجازفات تفوت كل وقت وهكا جات الفكرة ديال الحلقة كيفاش لأن شفت حتى الفنانين تشكيليين مغاربة يشتغلوا على الموروط التقافي تشكيليين مغربي طيب صديقي تشتغل على الحلقة تشتغل على الموروط الفرجاوي المغربي وقلت كيفاش في الفكاها نجيبوا الحلقة اللي هي واحد مصرح ديال الحلقة فيها حلقة حلقة دائرية ديال 360 دقري كيفاش تجيبوا المصرح الإتاليان عنده إنسي الفاس من كيشوف الجمهور وقلت أنا ندور به واحد الجمهور ديكور فهمزي وكانت زوينا كانت قوية تجربة زوينا زوينا وخدمنا مع ذوك الناس يعني باش نضبطوا المحتوى ديالهم لأننا ما سيدي فريستايلر كيقدر يبقى يلعاب وذلك تأطروا شوية باش تكاناليزي باش يعطيك توقيت ويلعب لك نفس النص دائما وهو اللي اقترحت لأجمال بوستاس بإعلقة بالمراكيش ديغير وهو اللي بدنا نديره في الفيكتور الحلقة هذك هو حسنو ربعته في الأصل حسنو ربعته ودرناه باش لنصينا دوك المواسيم الأولى ديال مراكيش ديغير سيحسن من يمكن نشوفه تقريبا المشوار طايت الحل ما زال غادينا ندرع لكبور ما زال مراكيش ديال حسنو ربعته المشوار ديال الكامل الفني فاخور براسك حسن الفتن فاخور ما عرفتش ولكن ما شغير أنا جميل الفنانا غيقول لك أنا ما راضيش على هذي هذي يكون عندي شوية ديال الوقت هذي يكون عندي شوية الامكانيات باقي عندي وحد الفكرة ما درتها اي أنا فاخور بالنتيجة الوقع ديال الخدمة واحد المشاريع اللي درت على الناس شي الناس لأننا تنضير هذه المهنة من أجل المتلقي من أجل المتلقي لا يمكن لأنك نحتاجين للمحبة هذا ما نضيف الفكرة والقرب من الجمهور وما يمكن تضحك الناس لما تريد أن تريد لا يمكن لا يمكن وليكن لأنك نلمس هذي العرفان عند الناس اليوم في فطور أصار بكامل إلا ما كانش سيكون هذا الإرفان من سبالي هذا والفخر هذا والفخر حتى من كتكون المحاسبة المحاسبة ديال الفان فيها من سبالي وحد لد كبير سيأتي ولي فقر ليا أنا فخور بالاهتمام ديال الناس بالخدمة ديالي المتواضعة جدا هذا الاهتمام هو الفخر ديالي هو رأس المال الحقيقي شكرا لك ونسوكا وعلى ساعة القلب كما تقولو مكملين دائما بطاعت الحال وبرنامجكم آخر كلام وأنا متأكد أنكم مشاهدين على شهدات سيفي كدوزوا معنا أوقات ممتعة رفقة بطاعت الحال واحد من رموز لكم مغربية ساحسن الفد أو للي أو للي ما معترف عليه من خلال شخصيات كبور وما زال سوف نسوكا للكبور ونسوكا لحوزات خورا من بعد الفاصل دائما رفقة سوف نسوكا للمشاهدين لأننا وكين نجوم مختلفة وكل أضواق وعوالم مختلفة وبتقنيات مختلفة نكمل الحوار دينا تفضل نمشيو الفقرة الموالية بلا مي كاب ستي حسن أول سؤال وقلتها في الحوار شوية فش كنا كنت تتكلمو مع بعضنا أنك ما شيفو كاهي ولكن رجل بصرح اللي كيمتاه الفقرة تماما لأن ما عنديش بروفيل ديال أني موغيست أنا تنشتغل على الفقرة جوشي أنفو يموريست فمتي تنشتغل عليها بالقوام ديالها بال 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 بالأدوات ديالها ولكن أنا جاي من المصرح فمتي غير شنو هذه إضافة بالنسبة لي حسا هي دخلت واحد مرة بحث ولقيت واحد مجال وفي أدوات تعبير مهمة ومؤثرة وبقيت فيه لأن بدت بلو ستند تمرين آخر بعيد عليها كل البعد لأنني أنا كما أقول في الأول أصلا شخصيا غلاقية فكيف ستتكلم على رأسك مثلا فوق الخشابة بالمكونات التعبيرية الشخصية بصوتك بجسد بالعواطف ديالك كتتكلم في صيغة المتكلم لكي ندير هذا التمرين هذا كان صعيب عليها قال لي يجي من المصرح لكي ندير ستند 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 لأنه يعمل بزاف كذلك من الطعب شخصيته حسنا ضبر الخشابة من الطعب شخصيته حسن ضرب الخشابة يجي من المجد أكثر من مولود ومولود مولود مزيود ومولود هذا تالعب بنفسه ولكن العكس أعود لم يمكن لعمل شخصية متنوية إذا أريد تطور مولود يدخل السينما يدخل المصراح يدخل التلفزيون هذا هو الفرق حسن فدو الانتقادات بالطبع الانتقادات ليس النقد الانتقادات مؤسسة في تكوين الفنان ليس غير اليوموريست هي مؤسسة في التكوين النقد بصفة عامة يعني كانتقاد عمل نقدي محترف أكاديمي موضوعي علمي كما بغي يكون هو أحد من سبري يشاريك في العملية الإبداعية بحل الإعلامي بحل الصحفي العيلة الخارجية مهم لأنه هو اللي تقوي الفنان هو اللي كيطوره فهمتك هو كيطور إلا كان في بلاستو نحن دائما كان نقوله انتقاد كي قاعدين شرحها لأنه اليوم ونشوفه الانتقادات مثلا في مواساة التواصل الاجتماعي موضوعي فهي رأيه هي غير كوبيكولي للأفكار ودى القاموس يعني شبان شوية عاميك ما تالين هذا ولكن كان النقد عاود بالمهم النقد مهم جدا دى الفان هذا هو التمييز اللي خصنا ديره مليكو كونا فان كي دير النقد لأنه هو باغي العامل و باغي الفنان بشي غير هنا اللي هو عنده اهتمام بالمشوار دى الفنان رتيبان و اللي هو غير داوي خاوي داوي بداوا بشي غان عاميق رتي قلتا وشي هاجا ما غنيش كي خستكتعرف النقد تصنطله كي خستكتعرف تختار تختار وهالمسألة هذي كتكتر بزاف شهر رمدان يالله عد غادرناه صبح الله العظيم الفوكاة او للموخ والانتقاد والانتقادات سيسي واحد حريرة اه داخلي فالتقص دى الرمدان رمدان هو الصوم وانتقاد و اه واه في رمدان كانت تكون احد الهيستيرية في التتبؤ بحلها بشكل غير طوعي كندخلو امريكين جولة الفازا كيدخلونا في احد المسابقة المسابقة لكأس افريقيا اللي شكون غايجين الاول وهذه غير صحية المسألة نهائيا التتبؤ دى الفوكاة فى رمدان كتكون صارمة جدا لانا كتكون احد الهيستيرية بعض المرات عند بعض الاشخاص التتبؤ شكل غايض حكنيش كل ما غايض حكنيش من خارج رمدان التتبؤ يكون فيه اريحية فيه هدوء وفيه تأني وفيه تركيز وانا تنتبع هادش اللي تقولك راب الارقام ماشي انطباع ديالي كان المسلسلات اللي داروا نسب مشاهدة اكبر من نسب مشاهدة خارج رمدان خارج رمدان المشاهدة تختلف عن نفس المنتوج شو كتكون مشاهدة نوعية كتكون انسان عنده استعداد للتتبؤ بالرياحية ممزير 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 كان استعدادية ما بغيش كوان رأيه بغي تفرج كان فرق ما بين هاشين شوفوهاش غادي قاعد يلولينة وفينا نشوف طريقة تلقائية وفي شكل براحة هاد الاستعدادية ما كتكونش في رمدان فمتي كيكون وبستطعف الناس قالوا لي هاد الهضرها هاي اللي شافوا حلاقات مثلا في رمدان وكي عاودوها في خارج رمدان كي تشفوا اشياء اخرى اللي ما شافوهاش في رمدان طبعا عندك فوكها فيها قراءات وتعديلات الابعاد ما كي لاحظهاش في رمدان لان التأني والاستعدادية ما كتكونش ربما ما عارفش بشاهد برتياح ها حسن الفدس والصحفة ووسائل الإعلام قليل الظهور قليل الظهور قليل الظهور لان المجال الصحفي والإعلام تبدل في المغرب ليس هو اللي بديت معاه تبدل كل شي تبدل بحل المجتمع يعني عندي وحد شوية الخدلان عندي شوية ديال فخيش تخاسيو انطوروه أكتر شلو صحافة الفضائح مثلا لا للمجتمع لا للإعلام شي كي تأثر بشي وشي ما تطورش المطلقي ما تطورش الإعلام دياله لأن المطلقي هو اللي كي دي الإعلام طبعا والإعلام ما عاونش المطلقي أنه هو يتطور وداقلين في حد الحلقة مفرغة هسيقك بزيو الترفيون الترفيك نتاكدير الطالب وناك نعطيك العرض تاكدير الأرض وناك ندير الطالب ما فهمت زي والله الإعلام المغربي كله عنده خط تحريري ماشي كله ما كان عممش طبيعي الحال كان المواقع متزينها وكان صحفيين متزينين وكان عندهم واحد ندره أكاديمية للمهنة ديالهم وندره فيها أخلاقية ديال المهنة ولكن كتلقى الخط تحريري العام في المغرب ولا فضائحي أنا ما بقيش كندير هذا الحوارات بحال بكا لأنه واحد الوقت في مجال إعلامي سليم كتلقى البرامج الفضائحية يحد نسبة نسبة مئوية كان موجودة ولكن ماشي بكترة عند وظيفة ديالها فهمتي ولكن ماشي هي الخط تحريري الوطني بالنسبة لك اليوم والتي هي الإيطارية لديك واحد الأفخاص الزويونا في حديث ديالنا محاكمات شعبية أه لا أنا ما كان بغيش هدك شي أنا عيطريا زوملاء ديالك اليوم إعلاميين عندهم خطوط تحريرية ديال المحاكمة الشعبية ما كان ماشي ببرامج ديالهم ماذا أخوي غادي تحاسبني أنا وجد لي محاكمة شعبية في الساحة العمومية أجي نسلخوك أجي ننفضحوك أجي نديرولك لك الموسيقى ديال الخلعاء ونديرولك كرسي العتيراف أشي بيني وبينك ماذا أدرك؟ ماذا أدرك؟ ماذا أدرك؟ ماذا أدرك؟ ماذا أدرك؟ ماذا أدرك؟ حياتي كله وأنا خدامت نضرف تمارا وتأتي أنت تقول هذا أنا عنده شي حاجة واحد للعجينة أفكر شو غادي نخرجوها منه اليوم هاد هاد الخط تحريري معجبني معجبني وديروه صحفيين راقيين ولكن تحت الضغطة ديال الطالب وشكل من أشكال الصحفة لخدام خدام لأنه في جميع المجتمعات كاين ولكن اللي أدنا كتر جاء البرامج الحوارية بحلقة أجي نحصل الضيف وتيجي تضيف تهوك يقول غا مشين وندخل وندير أسمح لي أنا ما ما كنشوش أنا بأننا نخصي شي موحاكة معا وكتعطي واحد من ناحية الترباوية كتعطي واحد الانطباع للمطلقي المغربي بأن كل مشهور راه عنده شي حاجة يلام عليها وما كتطورش لمفهوم القدوة كتعطي كتعطي المفهوم القدوة كتعطي المفهوم القدوة يقول لك واذا الناس الفنان هاللي وصلوا نجحوا أما قا عندهم كبوات وغاد ينغير بالقوال وعندهم مشاكل يعني ما كيفكرش بأنه واحد نهار يشتغل ويطور نفسه ويقولي ناجح ما كنروجوش ثقافة النجاح إلا بقوا غير هاد البرامج كنتظن الأمور بدأت تغيير في هذه السنين اللي حتى كانت تغيير تنويع في خطوط التحريرية البرامج الحوارية على المواقع والكلفازات هذه الخاصة والاحتة العمومية بدأك يتنوع شوية من أجل أن تغيير من أجل أن تغيير نظرة متوازنة لخط الحريري ونختار أنني لا أذهب ثم تختار من أن تغيير برنامج حواري ونصحفة تختار أنت نوعية الضيوف ونوعية المتلقي حيث المغرب لا يوجد جمهور في جماعي طبعا وكل واحد في نبطة ونشكرك أنك معي أعلم من المشاهدين من المشاهدين من المشاهدين من المشاهدين خاصة بي أنا ليلة 50 سنة سنكمل تبارك الله تبارك الله تبارك كبرت معها أستاذ حسن دائما كبرت معها واحد شخصية سميتها حسن الفد كوميديا ودخلت الإعلام بقاعدة الترقوب إمتى سنتلقى حسن الفد حتى أنا مسرور وكتعرف أن لأنه ينبط من المشاهدين ومعي وكتبا شكرك عليها الله يحفظك مرحبا نكمل الحوار نخرج من الإعلام نمشي وحش شويش النزاع كيف ما تكلمنا عليه قبله وما تطورنا عش بزاف ما بين الأجيال ما بين الجنراسون الجنراسون الجديدة كتب قولك الجنراسون القديمة دافع لنا كبير وما كعتونا شيد المساعدة الجنراسون القديمة كيقولك الجنراسون جديدة ولا الجيل الجديد راسو قاسح وما كيبغيش يتعلّم وكي نكرر الرواد أنا أقولك بكل صراح هذا مشكل خاطئ ولا أعتقد أنه بقي موجود كين الناس إقصائيين ما عنده علاقة بالأجيال كينوح ثلاثة أو الأربعة في التلفازة بالخصوص ديال السيدكومات وهذا اللي هما إقصائيين إقصائيين كنتي جيل دياله ما يحملك ما غادية سوف يدرك كل شيء في اللائحة السوداء ديال المنتج من غير هاد تلاتة ديال العناصر ها؟ لعب خيب لا متخلف هذا هو التعبير وعندهم ضحايا كتار يعني ما يقدرونش يتكلموني عن خدام خصوص بدون ذلك الأسماء بدون ذلك الأسماء لأن المهم الأشخاص مهم هو الظاهر نتكلم على الظاهرات الإقصاء ديال الآخر في النال الآخر أو محاربة الآخر محاربة محاربة وكينة هذي سؤال حد يعني هذي تتكلم عليها بزردين الناس كين قراءة يقولك لا لا ولكن لا نكون صالح معك كينة يعني بقليلة جدا نفس الأشخاص نفسهم هنا في الضار البيضاء نفسهم ومالكينين تتصرفوا بهذا الأسلوب ما عدا دالي كون على يقين أنه كينة واحد سخاء واحد العناية عظيمة بالأشياء القلب الكبير أنا شخصيا لم أعاني من الإقصاء البتة من اللي طلقت مع الرواد ولم لي طلقت مع الشباب كان دائما سخاء في إعطاء السر المهنة والسر الحرف وفي الميدان فكاها بالخصوص بالخصوص واحد السخاء العظيم كان في أوروبا أنا شفته في أوروبا وفي الموحد ديالي هاتشي لي كينة الحمد لله لا 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 وكنت صارحك أعترف لك وبيناتهم شي لجون ببيناتهم لك نحن تطبيق لأنني سأ見ك لك صورة كبور منتوج 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 منتواج وغريبة صورة الأدرتي عندها تداول وهي تصويرها هي اللي بس دي الكبور ولكن أنا ملاعبش كبور هنا قال في استراحة والنظرة ما فيهاش كبور راي جسوي أخ بخصون عاش هذا غي استراحة في التصوير ولكن هذا ماشي كبور هذا هذا الشخصية لو خاليتما في الكبور وحسن لأنه كبور خرج مني حسن هوا كبور هو شخصية خيالية ومركبة اللي هو تركيبة دي الكثير الشخصيات ما عندوش بروفيل واحد متعدد الوجوه وانا شفت بزاف دي الناس بحركة دك شاش قلت لكم أنتوش جيل حسن الفضل لأنه تتكلمين على قبلها قلت لأنك أوبسيرفاتور ملاحظ يعني النتاج دي الكثير الملاحظة ديك دي الشخصيات المغربية الشابية دي الشخصيات كبور واحد الشخص كنت تعرفو اللي كان عندو هو بلدي ودوز واحد عشرين عام في فرنسا كي خدم وبقى أصيل قبل دي ولكن تائر تائر على القيم دي المجتمع دي المجتمع التقليدي المغريبي تائر تائر على طريقة ووحد تقف النفس يعني عجيب عجيب وبهرني وعندو واحد المستاش كي قدو واحد شخصية ووحد الهيبة ثم ما شفت لي فوق لفوق دوك مصطعبة اللغة سؤنية الرجل سيئنية كتير وعندهم عند هذة الفئة هذي معمور يقول لها في كزينة كيف ما كان يقوله لا كين حينس كين وجاهز الانتقاد لا جاهز للاحتيال هو لأنه في التركيبة النفسية دياله عنده أوطوماتيزمات فكبر قبل من فاتيحة مشي هو كبر مع فاتيحة لأنه تفتح عند وحد الوجه آخر الوجه المشرق ديال كبر اللي قادر يحبه قادر يعبر عليها وقادر يمشي عند الآخر ويقلب كيفاش يستجدي الحب ديال الآخر بفعل الخير وبالولاة وبالإخلاص يقلب على مصداقية تصور كبر يقلب على مصداقية عند فاتيحة في الوقت اللي قبل مثلا مع الشعيبية لم يكن يبحث على أي مصداقية تذكر كان عنيف لأن العراقة دياله مشي عراقة سليمة ما كانت صحيحة ما كانتش يعني التغيير وفي الخط الدرامي دياله تيبيا أنه فيه متعدد القراءات ومتعدد الأوجه النفسية فهمتك وكان ظن أنه مازال مازال يمكن يتطور لأنه سوف يقدر منه ساقة حسن فت ساقة يعني سلسلة مستمرة على سنوات حال شكل مثلا تشارلي تشابلين يستمول اللي يخدم على شخصية وقد حياته أو ميستر بين أو أو اعطيت المثال زميلي ديالك ما عرفتش هذه ما نقدرش نقولها لك ولكن النية حاضرة أنه يبقى حي مدة طويلة تطوير ديال الشخصية لأن هذه فرصة تصور فرصة عندي مهمة فنان في المشوار دياله يتطور شخصية ويدير بها إنساقة سيغذيزاني بالنسبة لي هذه فرصة مخصاش مخصاش لليا وللعشاق دياله أيضا اللي كيتسنو الجديد كل مرة كيتفرشوا إما كنتقضوا إما كيتسحسنوا كل مرة فهمت لأن هاري بوتر كيالناس الفان دياله كيشوفوا كل موسم كيفاش غاد يخرج وكبرو معه كبرو مع العمل كبرو عندك جيمس بوند كيتبدلون ممتيلين ولكن شخصية تبقى وكيتبقى لأن المثال ليس كونه دياله 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 دالفيلم ولكن دالمصرحيات وتعقبوا لممتيلين هذا لما تنشأ شخصية قوية وتكون عندها شعبية خاصة تستمر وخاصة تمشيها نحن دوزناها المصرح اليوم عارتي في العالم كنجولو بيها في شبابيك مغلقة يعني ولأكبر غول فوق الخشبة هذا يمكن أن تتوقع ويمكن السينيما يمكن فمثل يدخل الأصناف الأجناس فنية مختلفة يمكن كون بيدي باند سيني وكوابا ديساني لأن شخصية بحر كنما نشوف الأبطال الخارقة شخصية كان تعطيك أن كم كلك تطور كم ما بغيتي وخصة تحافظ عليها وتستمر فيها طبيعة الحال المواسيم كل مرة كم كلك نجازف ندير بعض الأشياء غير متوقعة ونحافظ على المتوقع في نفس الوقت التطوير الاختلا في استمرارية نكمل ولكن نجدده في الاستمرارية هذا لماذا موسم يكون هكا يعجب هذه الفئة موسم لا يعجب هذه الفئة وهذا الآن بالخصص يعني الأعراء مختلفة والحلقات لأن نسترسال هذا الآن قصة تسترسال على حلقات على حلقات مستقيم لبيداتها وقدت لنا أحد لأن كبير هذا المسألة ولكن كالخصنح نتمرس ونتعلم نتطور لأن هذا مجال لتطوير الكفاءات لدينا ونجازف ونجازف المشاريع المتواضية التي نجحت هي في الأصل مغامرة 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 نجحة ونجحة وليكن نجحة نطور نفسنا وقلت لك ونجحة للمشاهدين لنجحتي الحمد لله أنك حطيتي شخصية شعبية مغربية في الداكرة المتفرج المغربي ونجحة 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 تقريباً لا يوجد صفحة تقريباً ونجحة من المعرفة لا يوجد من المعرفة ونجحة 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 لأنني أمسك لا تتعلم لأنني ونجحة لا يوجد لا يوجد شيء نجحة ونجحة 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 كان فتح في كندا مع مخريج كندا مهم جداً لدينا في السينما ولعبت دور برنامي بفرنسيا 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 تخبر عليك لديك هذا لعب لغات ووازال سأتحدث سأتحدث كيف ترى ما أشعر أحسن بفرنسا لا أتحدث لأ من المشريك لأني لماذا تتحدث ونجحة ويفقرهم لغويا هذا الشي اللي وقع ويفقرهم وره ما عمر شي لغايم كلها تاخد مكان لغة العربية مستحيل تاخد شي لغاية هذا موضوع طويل بغيت نقول لك أن الفيلم اللي لعبت فيه جفت توقيت زوين الآن مع نفس المؤسسة لقد أخبرنا لقد أخبرنا مشروع شريط سينمائي لتكلف بكتابة السيناريو وللعب الدور الأول شكرا شكرا نعود إلى الخشبة لا أعرف أكثر حسن لا أريد أن تقول لك لا أريد أن تمرس فيها حسن الفد خشبة المصرحة بلغة فرنسية خدمت 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 في سبيكتاكل فرنسية قبل ألفين و... من وجه السبيكتاكل؟ الفرنكوفوني شنون فتاح حسن الفد لأن أولاً لا يوجد حاجز للغة ثم لا يوجد حاجز الثقافي أيضاً لأن اللغة تتفسر لك الثقافة ديال الفرنكوفوني و... كتقدر تتواصل معها بسهولة ربما الفوكا تكون أقل حدة لأنك يعقل تقول بي لك تكلوه السيق الدائرة الأولى الهوياتية كينو حد دائرة وسع منها لها ديال الفرنسيزان لأنه الفرنكوفوني قراءة خاطئة المفرنس نقوله هنا الناطق بالفرنسية ما عرفنا كيف نقوله لها كيف تفهم شغالات حسن حين تتحبون فرنسوية هو الولاء للدولة الفرنسية هذا هو الخطأ اللي طايحين فيه الشابر هو الولاء للدولة واحد دولة استعمارية وكدا هي لغة تقافة هي لغة لغة بالزاك هي لغة زولة موليير لغة فلسفة الأنوار تاريخ الفن هي ديال دولة كخواه هي ديال جيشتاف كوغبي هي ديال نوغاغو هي ديال فمزي اللي بغيت نقولك هو أن هاد اللغة مكنتني أنني ندير تجارب فرنسا بشكل خافي إذا اوجي زالي بهذا التعبير كان نلعب في بتيت سال ده غوداج كان ينبزاف باريز بتكان مشيط صغيرة وشتو من اللي بتيت الكندا تقلبوا شوية الأولويات ولكن ده با ولا جاهز ولا جاهز العرض تسميته اضعوا معاااااااااااااااا نخصر في الاسميتو كيفاش هو المكان في كندا اللي بقي جديد هي النظرة ديال فوكاهي حديث القدوم إلى كندا إلى المجتمع الكندي وكيفاش هو يخصوه يتكلم إليه نفسه كأجنابي وافد جديد هذك الاختضامات اللي كيوقعوه ثم تعريف بشكونانا البيوغرافي كان نظن أنها موضى اليوم في ستنداب يعني السيرة الداتية الوالدة الحياة لها موضى ولكن باقي هذا النظرة مكينة فرنسا دارها في اللاك ماشي وانا انه ناتيف ماشي ديال كوميونتي مغربين فرنسيزة ودار واحد الرؤية على التقافة الفرنسية من خارج فرنسا من الجانب ديال الملاحظة اللي قلنا قبيلا ديال تمام أخر سؤال فاتشيق سدي حسن إليم كليل نعبر علي بطريقة الحلم الفني ديال حسن الفد والله ما نكذب عليك نقول لك أنا باقي عندي حلم الحلم اللي عندي دائما هو تكون عندي وحد مكان ديال اللي بط الفني تكون عندي يعني حل شي حاجة ديالي وتنعب مصرح مصرح قاعة ديالالالعورود حاولت ندير كافيتيات خديرتو موجود مصوب ولكن توقف لأن ما لقيتش أطور لتصير حيث تخصص هذا ما لقيتش أطور ديالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ولكن هنا يجب أن تصنعه ومسألة صعبة ما هي النقص؟ نحن نقص 36 مليون نقص على الأقل 100 فكاهي متمرس على الأقل في جميع أصناع نقص في التفكه وقال الاقتراحات الدولة التي حدلتنا في اليوم جميلة جداً له مجال المزيد يجب أن تنوع ويجب أن تنوع في الاقتراح الفني لا يهمّش يجب أن تخرج النوعية يجب أن تخرج النوعية وكيف تكون حالياً وكيف تنشطه الأموال لأن تنشطه أعداد كبيرة ويجب أن تقوم بعمل تكوين وهذه متعبة متعبة خاصة الخدمة خاصة الحضور في المكان ربما مستقبلا نعود أن نحلوه ولكن نريد أن نقوم بعمل قهوة سميتك في تياتر يجب أن تخدم مرة 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 في ثلاث شهور خاصة تكون عامة مينموما تكون عامة ولكن يجب أن نحلم بها أسبوعية تكون قاعدة البت العالمي غير الفكاهة إن شاء الله القاعدة مو أحلى مكملين؟ فقرة موالية جميل جدا ومتأكد أنه ستكون جميل معك سيحسن 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 في هذه الأحواج التي تطلب في هذه العواليم كتابة كذلك؟ كتابة كتبت كثيرا حسن؟ أرجعت، كنت كتب دائما بعد السيناريوات، كنت كتبهم كثيرا يعني، كنت كنت أجناس أخرى من غير كوميديا في كتابة حتى في كبور بنفسه، كنت أجناس كوميديا رومانتيك كنت أجناس دراما، كنت أحاول أشكال فنية أخرى أشكال فنية التي تغني شخصية الفوكاية الكبور؟ كنت أجناس الكبور، كنت أجناس تنبيعها، وممكن أن نقوم بعمل تلفزيوني درامي كتابة وتمتيلا كنت أخرج من هذا الطابع الفوكاية؟ نعم، كنت أخرج، كنت أخرج، كنت أخرج، ونقوم بعمل، أخرج، ونقوم بعمل كنت أغنية سيحة سلفت، كيف أغنية تكون؟ جميع الأغنيات من كلود نوغارو، كنت أدنفت دار البوستير لشانتر فرانسي، وعبد الحاليم، حافظ، وفريد الأطرش، فمن أصدر أننا كان نقوم بعمل جدا سان، ويكتب من أook أغنية السبعين، وحافظنا كنت أصبح فرنسية. إن شكرا قليلا، ويصبح أغنية سلفت، ومعك أصبح أغنية سلفت، وكتب من أعمل بعض المطلوب، ومعك أصبح أغنية سلفت، لذلك يقدم أحضر أنك شيء، من أخذ هذا الصحيط. هذي كبور بأنني سميث خلاف العقليات مأطورة تكبورة أخوال مأطورة لا مشي ما كينش معامل مشي الصح كين معامل الحمدلله ولكن كنت مثل ما زال ما عطلينش المثل المثل ما عارش اشنقول لك مثل من غير ما كينش معامل ما عارش ما باش لي على رأسي ده من غير ما كينش معامل لو كنتي لحظة من اللحظات اليوم شنو تكون صباح لاشيه ولا الليل الليل ما عارش عليا صباح الله العظيم من فنانا كلكم بيري بحس ترار خفافيش لا تكسميه ودك لغيون تر 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 شنو الليل يالليل الليل يالليل لا انا مشي مشي سيهير كان ناس بكري وكان شاق بكري وكان خدم الصباح الكتابة عندي كاسودها مع تشعود الصباح قهوة اللولة كانت بنكتب كتابة عندي بحل شي خدمة حرفة خرجتش حاجة او ما خرجتش خصك تحط لي هات الظروف باش تخرج طبعاً قهوة اللولة كانت بنكتب قهوة اللولة كانت بنكتب قهوة الصباح باش تنفطر كاننصوبها انا وهذه الأطاسة دبكت في ذاك البلاكر فيه بزاف دياللي تحطه وكانت تغسل بكتبكت عندي واحد العلاقة لأنك نفرح بها لأنها غدين فيق وغدين نبدأ عندي الأشياء ديالي ديالي ببوحدي لو كنتي رسالة هنا غدين نعطيك ثلاثة الاختيارات كيف تكون فد؟ ثلاثة الأنواع ديال الرسائل رسالة عتاب رسالة اعتراف أو لا رسالة تشجيع غدين نكون رسالة اعتدار بالزعب ديال الناس لمن مثلا؟ بدون ذلك الأسماء هم الناس اللي طلقت معاهم في الحياة ديالي واللي سأتليهم بالسداجة ديالي طريقة مباشرة؟ اه بالسداجة ماشي بشكل ماشي ناويها بالسداجة ديالي كما كتلك بيلا بالنقص في الدكاء الاجتماعي كيفاش تتصرف مع الناس تكون كيفاش كتحس براز كأنك بعد مراد ما كتعرف تصرف مع الناس حسن؟ السداجة ماشي بالتنطوع ولا ذلك الأنانية وذلك ش غير ما تنعرفش وكن قابل أنه شي حد جرح ولا شي حد تألم ولا تألم أو لها سفخاترو كيف تقول سفخاترو ما قالهش لي هذا النوع ولا يكي هذا نوع أخر هذا سيارتي تقولك أه قلقتني واحد النهار اه وكي بقزوين معاك هذا تقولك تبقزوين معاك وديك البتسام الحكيمة تقولك سيحسن بي خير لا بس تعقل عليها ترى ما عرفتيش ما كتعرفش اقفرتيها معاك وترى ما فهمش ما في خباركش ما في خباركش ما في خباركش بي نقفرتيها معاك حال هادون مغين بلي مرسائل اعتدار لو كنتي مادة دراسية هلت ترى ما ترى هذه الاختيارات الرياضيات اللغة أترى ما عليها قبلها أو لا الفلسفة الفلسفة حانت بالنظر المدرسة التعليم ديالنا في المغرب يعني الخط البيداغوجي دياله الاختيارات والمنهجية المستعملة للتعليم غادي ندير الفلسفة لش فلسفة لأن الفلسفة تربي المواطن على تطوير الفكر النقدي نحن نتكلم لك بلا على ديال كي تكوبييكو لكي نقل وحد تعليق وكي تبناه وكي تولي حقيقته وهذا مسألة بالأسف كي بقى متخلف لأن إلا ما تطورش المواطن فكر نقدي وحد الحس على التحليل على تطوير الرأي والتعبير عن الرأي ممكن تعاونه عليه غير الفلسفة وممكنش تنتج مواطن فاعل بشكل سليم في المجتمع دياله وفي الوطن دياله لو كنتي رسالة لمن يهم هول أمر هذي هل تكون مججا يالشي مسؤول يالشي آه هو التعليم المتيدات دياله هو التعليم يعني بغيت هو إصلاح التعليم إصلاح حقيقي مش روتوشات مش روتوشات مش روتوشات مش روتوشات صغيرين غنضروا هذا وغنضروا يعني خص تغيير جدري وانطلاقا غير من ديك الكميسيون اللي داروا ديال الاناليز ديال السيطواشن اللي كينا في التعليم المغربي ويشوفوا هار هذو التقارير يطلعوا لهم هار هذو التقارير والدراسات هذو والتحليلات للدار والآخر باش ندير واحد تعليم اللي تحتارم تفتوح ديال المواطن المغربي والتنوع دياله الفكري والتنوع دياله التقافي وكراع اللي هو دياله والتنوع لهوياتي ديال المغربي وما يبقاش واحد المغربي ما تعرش راسه وكتشوف ديال المغاربة الشباب ديالالفين وهذا عندهم استيلاب بمجتمعات أخرى ربما عربية ربما مسلمة ولكر مجتمع آخر لأنه ما عندهش ذاك السيمان اللي كيقوي الأمة اللي كيقوي الأمة اللي هو التعليم اللي تم الليل هوية دياله والتاريخ دياله والتقافة دياله بدون تعصب بدون تعصب ناشناليست تشوف هذه المغربي يكون متفتح ولكن يكون عنده قدرة كما قلت لك على على تطوير فكر نقدي هذه هي اللي نقص مهمة جدا حسن الفدلو ونرجع بيك نشدول الفيلم دي الحسن الفد من الأول ليومنا هذا ونوريه الحسن الفد تبغيت خليه كيف ما هو ولا تبغيت تبدل فيه شي حويش دائما تبغيت تبدل شي حاجة لكن شي حاجة اللي ما مراد ما رديش عليها ولا يمكن غد نكون أكتر حرص على الرياضة ولا شي حاجة ولكن الاختيارات ديالي يزعم كإنسان والعلاقات ديالي أنا كنظن أنني موفق فيها مشكل كبير ومحدود في العلاقات نعود له فيلم كيف ما هو كيف ما هو ندرها شيو ديال الرياضة آه أوكي داكو شو ولمان قنشرب المرزاق خاك شتريب ديال مرسال رامن بعد لكت قد لكت فهمت لكت تصير آخر سؤال فهذا الفقرة هذه وفقرة لو لو كنت كل ما حصل الحب لاموخ لأنه ود ودي لكل ود ودي للكون هو العلاج هو من كت تحب ما كت تدرش ما كت تدرش أكد من هذي لك تحب ما كت تدرش ما كت تدرش ولا كل شي الحب الحب كعاطفة جماعية نعم مش فرضية كم دوكتخين يعني عقيدة الحب كعقيدة فهمت في المفهوم الفلسافي والصوفي ديال الكلمة ديال الحب نكملو مرحبا أهلا بركاتي لديمشور الفقرة الموالية ماشي أنا بتسمع صوت محرج ديال الفقرة اسميها المحرج وبناتكم أكبر نعم إذن مشوا معكم مشوا جميع الفقرة الموالية المحرج سعدت المحرج مساء النور برزيط الراحة ديالي مسألة عندك مهمة شوف بلا بيك ما كينوا عجباتك هذي مهم غيسالي المسألة المهمة ودوز المهمة أخرى الله أخرى من ثاني عندك واحدة مهمة ما عارس كيفاش ستتصرف معها معنا سحة الفد تفضل العمس ما حس سحة الفد المحرج بينتكم تفضل العمس ورجع للعور آه ورجع للعور سحة الفد عندما دخلت المعهد في مدينة الدار البيضاء باشتقر المسرح سنة 1978 تخرج على ما أظن وتحح لها إلى غلط كان سنة 1988 وأول عمل فكاهي تلفزيوني ديالك كان هو وجهي في وجهك كان سنة 1998 ومن هد سنة إلى يومنا هذا وظهور حسن الفد في أعمال تراجيدية جد محسوب بينما كيناروا زمانا من الأعمال الفكاهية تلفزيونية الناجحة من وجهي في وجهك مرونان بقناة سي بي بي الشانيلي تيفي الفد تيفي الكوبل كبورو الحبيب بوصولا الاتراحتي اللي كي تعرض هاد سنة سؤال سي حسان هو واش حسن الفد كان خصو عشرين سنة منذ دخول المعهد إلى أول عمل فكاهي تلفزيوني باش يكتشف أنه أقوى في الكوميديا من الدراما والتراجيديا ماشي بزاف شوية لا شوية بزاف هو كين هو ما كنتش قلس كنت سنة نشوف هو كنت كنت ندير السينما كنت ندير نصراح كنت ندير كنت ندير الكلون أنا درت الكلون بالساكسوفون درت الكلون كنت نلعف أعيال الميلاد ديال الأطفال ودرت الموسيقى في هذه الفترة هادي في هذه العشرين سنة لكن كنت ندير معارض ديال فونو تشكيلية يعني كانت واحد الفترة ديال البحث ودال تقوية البحث عن الدات تلعلم تسح حسن نعم 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 تجريب 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 أنا لا تتوقف ديال ما كانش ما كانش ما كانش ما كانش هذا الوقت كله باش الفكاها كما قلت لك هو تمرين ودرت في التمرين وذلك النجاح دياله بحلى الماسيون بيرجي لقد أرجع لقد أرجع لي فعلا ما كانش فتراخ أو تدام في أشكال أخرى تراجدية الرأس ترجع إلى حسن في الدبل الكوميديا تراجدية الرأس كاتراجع ها زوين زوين كان وحد أستاذ ديالي القرراني كان يقول أنت تراجيدي بامتياز يعني ملك اللعب الأغريق هذه تراجيدي الأغريقية وهذا ولكن نهار درت شي محاولات تقديم الصهارات الداخلية للمأهد وأستاذ ديالي قل لي رات قدرت تكون كوميدي وما دخلت لي الراسي ولكن ما من بعد عاد كنا تراجع ديال الراس كتراجع بالكوميديا على حسن الفد لا دكر الكلون عندي واحد المعلومة هامي شي هو أن أول كاشة ديال حسن الفد كانت القيمة دياله ربعين درهم ربعين درهم كنا نقرأه في المأهد ودرنا مصراحية ودك شي اللي جاء أستاذ ديالي تطال عب شعيب كان لعبنا معه في خريب أدن وكان أول كاشة ديالي أول غدين نغ ونحن ملعبناش للكاشة ولكن زوين هذا الكاشة عنده قيمة رمزية مهمة هو ربعين درهم شريت بيه كتاب ديال المصراحية في الأدب العربي وحد الموجلات ومن بعد دخلت فيه واو أفرت كتاب أفرت كتاب أفرت كتاب في حالتنا في شكرا على التوضيح في حال التأكيد فالسؤال هو واش حسن الفد كي اعتبر هات شروط الراحة من الضروريات واللي كتدخل في إطار تثمين للفنان والجود دياله أم أن حسن الفد يحب أن يعامل معاملة سوبرستار أثناء التصوير أولا قصة أن تفهموا أنه يكن واحد القوامس أش كتقصد بالراحة المفرطة الراحة المفرطة رغت نعس الراحة المفرطة هي ماشي دوره في الراحة ثم أنا لم أعنيش بهذا الشيء لأنه خدمة ديال المناجر والطاقم التي يوجد تدخلات ديالي المختلفة هنا وهناك وهي ليس شيء أسباب الراحة هي أسباب الاشتغال كيف ستكون موريحة اه هنا ده بلا مدرتيش لا كليم واش غادي تقدر تصبر تتصوير هنا واش هدي راحة مفرطة هي دوره في الاشتغال أنا وفي المكان ديال الخدمة ديالك لما كانت تدخل هذا الراحة بالليل وقفت 14 ساعة ووقفت كان نهاري كان وصل 14 ساعة وحد نهاري وقفت 15 ساعة كانت 13 ساعة 12 ساعة ما كان مشي غير هنا هدا مشي ضوروف راحة مفرطة هدي ضوروف اشتغال أدنى منها أنا ما كان عارش الناس كيفاش كي خدموا كتجينة غريبة أنا والفنان كيتطلب بشي خواج اللي جسومو هادي جسر من المهنة هادي مهنية ماشي لا شورو تراحة ولا والو إلا ما عندكش واحد المجال فين تكون تتنزاوي بنفسك واحد اللحظة ترتاح وتكون عندك واحد الحميمية مع ذاتك وفي ظروف معقولة كيف العالم كله تشيره ماشي غير وفي ظروفات وفي ظروفات من الكي كون في أوروبا كتلقى عنده وحد الغالوات ديالله فين كي يرتاح وفين كي يسترجع الأنفاس ديالله فين كي يعيش الحميمية ديالله بمتسبة لي عادي هدي هدي أشيغاء ضوروف اشتغال هدي ماشي ضوروف الراحة جواب مقنع أنا ما كان قتانعش على أي حال وقالت قتانع وقالت قتانع ناق هيخرج لك عاديل والله شوفا يفيق لي عاديل منك لي مرحبا بيك تفضن هاد شروط الراحة كما سميتها او لظروف الاشتغال كما سميتها انت سيحسن واش كي خصها تكون عامة وشاملة لقاء الفنانين بغض النظر على ما صارهم واش نقدموه من الرصيد الفني او ان شروط الراحة كتزيد راحة ورفاهية على حسب الرصيد ديل كل فنان بمعنى اخر فنان كلاس ا يعامل معاملة كلاس ا وهكذا دوليك هذا شباوي شوية عندك هذا السؤال شبعان شباوية وديماغوجية والنضال انا ماشي شغولي في هذه الهضرة كاملة فهمتها ومفروض انه يكون هذه عادي عن جميع الممتلين كنفهمش كيفاش انا انا مانقدرش ولكن ردوزت انا تخسيخة صاحبيرات صورة صاحبيرات كنا نصورو ذاك شي ديل بتليفيزيون ومسلسلات فهذا كيمشيو يدورو عند الناس شكون الاعيان اللي غادي بكل ممتلين وللي غادي ولكن زوينا عنده حلاوتها عنده وقتها وده ليش تقول هي القاعدة ماش هي القاعدة الا عادي وش غا يكون كلاس ا ا كلاس بي ممتلين هادا كبارش ومش واندي ما نقول ليه هنا انه كان في اسمي تا كيف كنت يعطيع الترتيب ساحة مش للجمهور؟ مان انا ما عارشة واي ملكين هالترتيب؟ او لطاقم الانتاج او للفنان او لي كيعطيع الترتيب؟ م ملكياه اصلا انا ما داخلش جاه في الدمير هذا جاهز يجب أن يجب أن يكون نقابي أو نتكلم باسم يجب أن يأتي الفنان كإنسان بلا ما يكون نجم يجب أن يدخل في الكرامة لأنه يكون لديه ظروف مريحة يجب أن ينتج بطريقة جيدة هذا المهنة لا يوجد الفشوش المهنة بحركة سؤال شعباوي والجواب تضل وخاصي حسن لا يجب أن يختال في وجوج الناس أنك قدمت لساحة الفنية المغربية أعمال ناجحة جدا وبتكرت شخصيات اللي ولا جزء من التقافة الشعبية المغربية وماشي إطراء وإنما واقع ملموس لدى جمهورك أولا كي قتلي هذا بشوتيك كي ديني كي ديني كان بلاسي الكورة أه 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 أخلي عني من الزاوية كما قلت وماشي إطراء ولكن جمهورك على الأقل كي شوف أنك عبقر يبتكار الشخصيات وتشخيصها وكتمشي الأبعاد دقيقة في الشخصية وكتركز عليها الحاجة اللي خلتنا نشوف وقع الشخصيات اللي بتكرتها شخصيات صادقة وبعيدة على المغالات والإفراط فرص من معالمها وإنما هي واقعية ولكن بالرغم من هاتي كامل غادي تكون حتى أنت يمكن متفق أن شخصية كبور هي أنجح شخصية بتكرها حسن الفد وأكثر شخصيات من شخصياته أدرت عليك الخير الوفير لا على مستوى الرصيد الفني ولا حتى الرصيد البنكي صراحة ولكن ربما الإشكال هو أن عمر هاتي الشخصيات قريبا يزيد على ثمانية سنوات أو يعادلها من الظهور الأول ديالها إلى درجة أنه كبور ولا مشهور كتر من حسن الفد إفراط في استهلاك شخصية كبور من طرفك وتمسك كبير منك بالشخصية عام من مرة عام منذ ظهورها الأول إلا ما كانت شفت الفازارة في العروض أو في الإشهارات حاجة اللي خلت مجموعة كبيرة من الناس كتقول واش حسن الفد سلاوليه ما يقدرش يدوز الحاجة أخرى وحتى مني داز الحاجة أخرى في التندانس وبتاكر شخصية أخرى على غير أبو العينب بالمريول إلى آخره كانت شخصية كبور غالبة على شخصيات في التندانس الحاجة اللي بدات كتبت طرح لأن كبور هو ثقف إبداع حسن الفد الذي لن يتجاوزه ماذا نرد لك؟ انتفاهموا نحضر القوامس مرة أخرى كبور ماشي هو أنجح استعمتي كلمة أنجح هو ربما الأكثر شعبية أما الأنجح فنيا بالنسبة لنا هو تندانس ثانيا كبور مكانش في تندانس كان في التيفي ثالثا كبور ماشي هو الأكثر دراً للمال على صاحبه بل هو الأقل دخل في المشاريع اللي كان ديره لما كان ديرت كبور جيبون تعلم أنني مقارنة مجهود مقارنة مع الدخل هو الأقل دخل في المشاريع ديالي هو كبور عشان تفاهموا هذي أول مرة؟ هو هذا باكين القيل والقال نعم 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 مدير القناة وقال المنتجة حين تشاف فيه العروبي وأنا كان نشوف بعدها تموقف من كبور بعد المرات على خلفية عرقية هي عنصرية كان فرق ما بين أنتقب المعالجة الفنية وآخذ مسافتي من الشخصية من الشخصية اللي ينظر لخلفية العروبية هو تعبير عنصري ينظر لخلفية عرقية ويقوم بمسافة من كبور مثل ما رأى عميق هو متقف بذلك متقفين كبور لا يمثلوني نعم لا يمثلوني ومتقفين كديرو كما تتفاعلوني كما تتفاعلوني ما تتفاعلوني ما تتفاعلوني هو متقف معلندات يقول لك هذا شيء هابط تفهمتي لأنه يشوف نسب الخدمة ديرها مشريقي ويقول يا سلام دريد الحام يشوفوا به وهلوا به وكذا ويقول لك ولكن هذا العروبية لأنه في الخلفية دياله موقف عنصري نرجع للموضوع ديال كبور مقارنة دياله ويقول أليه ما هو ثقفال ليه ما نقدرش نجاوبك موقف ديال المرات ثم ليه لنجح هاي الأيام هاي الأيام لا تتطرحه على الأيام لا تطرحه على لي هاي أليه سؤال ما هو ثقفال يبداء لا تطرحه على لي وعندها جميع الأطياف للمجتمع المغربي يتبعوها من جميع الأشكال يعني، لماذا سنخرج من هنا؟ يعني، كيف يقرر بأن هذا المشروع سنوقفه؟ هذا الشخصية سنوقفه، لماذا؟ في المنطقة التيرا التيرا، لم أضع أرقام في المشاهدة كانت حلقات التي رأيتها عدد سكان تونس كما تعرف فرنسا كانت فيها 67 مليون 67 مليون ضعف المغار، ترامل برنامج سياسي، حواري، ترفيه، يشوفوا وجهة المليون تديروا الأرس، كبورزة تشوفوا ما بين 5 و 6 و 8 سعود المليون وتيقول لك وقفوا، سبحان الله حسنا فرح coração كان مجموعة، وعفقوا عميه؟ لكنequ الإستقام مستوعة؟ يخاف بحاله نقص شي حاجة حالي يكون ضد الرأي يدخل في ذلك الشي الحقيقة لأنك الجمهور الحقيقة تشوفه في يوتيوب وشوف التعاليق وليس الجمهور الافتراضي لا تتفرج في الصح شوف التعاليق وأنا استدعيك أنك تشوف التعاليق كبور عنده جمهور واسع جدا في المغرب وخارج المغرب في الجزائر يشاهد بقوة في الجزائر شوفنا أخرين كينا واحد نسخة جزائرية والتي تشجري بها باش نسخة جزائرية بدون هين بحسن نفد تصل بي منتج من الجزائر باش نديروا النسخة الجزائرية ولكن ما نمتلش نكون مدير فني وما سفتنيش الظروف لأن صيب علي نمشي انجليس نصوب طاقم الكتابة ونصوب ممتلين تعود من الأولى معهم باقي هو غالي خدام في المغرب لا نقدرش نديرها للوقت للجول لكي نقف في مشروع لكل المؤشرات تقول أنه ناجح يمكن أن يكون موسم فاتر على موسم حيث يقع أهاري بوتر أنا كانت أجزاء كثير من أجزاء في طاقم الكتابة في طاقم ماتاش يعجبني موسم حسن الموسم هذا شي طبيعي لأنه يكون يعني موسم شوية لا يوجد فكرة فئات لا يكونش علي إجماع لأن فقف الانتظار مني عالي جدا أنا جمعورم ما يتطلب مني نجيب نكون ممتاز نكون ممتاز شيد جدا شوية يجب أن تجعل الإجماع في كل مشروع لا يمكن كمال ولله كمال ولله سؤال موالي العمس جواب نموذجي موميل الله يتزمطك فادي بالله كن صارح مع راسك كن صارح مع راسك كن صارح مع راسك النزاهة الفكرية وعتبر أنه نزمطك فادي الجواب أنا هو المحريج تسيمة؟ كنت قلت أنك وضحي عادي في صياق أشخيص بصح بصح بتحيالي كل سكان بالله لعبوا شوية افتيرانك ونشخصوا مع بعضياتنا ونعطيه توقعات أو نعطيه فرضيات ونجاوب عليها بتوقعات فلنفترد جدلاً سيحسن الفد أنك الأيام والسؤال مباشر لك الأيام هل سيعيش حسن الفد في كنف كبور إلى الأبد؟ ولا تطلع كبور للناس فراسهم فيهم من الأيام هل سيحسن الفد؟ هل سيحسن الفد؟ هل سيحسن الفد؟ أنا الأيام أنا الأيام القادمة بكرتني في الرواية طا حسين أنا الأيام من الى لحظة هذا الشيء سيقول حسن الفد توقف على اسمي تو من اللي تولي تشوفه غير جوجة المليون في الحلقة سيقول توقف بحتي بعيار نسب سمح ليه المحرج بعيار نسب المشاهدة لا 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 مكتب هل أقام بجوجة المليون في تلهاة مليون في النسب المشاهدة و التي نذب أن تتبع و الإقبال عليه في المسارح طبيعة الحال سيحسن بحوله قبل لا سيحسن الفد ما التوقف علىك بحثة ما هي نتبقها فأنا نقول لي شو يدير ذلك الساعة أنا كأيام ونقول لي دير شي تامتي دير تريتر ولا شي حاجة كبور تريتر زوين هذه سؤال مولي العمس قد يختم عند المقاس ما يدي من الضص لا لا صعب الله تعملت معك زي ما ماشي فهمتيني فهمتيني على المحريش تعاملنا أنا وياك ماشي شكرا للساعة القلب ديلك حسن شكرا ليك ساعدت المحريش شكرا ليك نعم نكمل دائما الحلقة الجيل اليوم من الآخر كلام واني مشوه معكم الآخر فقرة سيدة حسن بليك تحمل اسم البرنامج آخر كلام وان Lobat هؤلاء العمس ما ليس ل harpين لن يسأل ورجس تنسأل خارطة سنة شاهدت من تدفل شاهدت الر tat أليست الوصول اء على un recul يرون رب confirmation دائلا اعطت during aquela أن Stephidad ed by اتمنى nationally كنت أتمنى ясention الوقي یعن عت utmost لقد التصل على الحسن سترجم لقد التصل لقد أعطت لنجي الاستمع لقد جمنا على جميع صفيدات التي ن lineage لقد التصل حسن Result PO نجاح لقد بإهمت شكرا حسن جقام عو ton جائعة جغ Jackson أن يتدون ج Sort آ티 موعدنا يتجدد معكم طاعت حال الأسبوع المقبل نفس وقيت نفس القناة آخر كلام حلقة فيها تبادل دي المودة ودي التقدير ودي الاحترام وفيها دوسة لحظة جميلة جدا مع راشيد لأنه لدي له تبادل ودوسة فقرازوينة حالة قلست في القهيوة وتكلمت مع أصحابي وبحالة فتحت قلبي الوحد الإعلامي ومن خلاله الجمهور دي البرنامج ودي القناة ومحسيتش بالوقت ومحسيتش بالحرج ومحسيتش بالضغط من أي نوع كان كنت كانت تكلم من قلبي وكانت مننا على الله أن اللحظة هذه تنفضل القلوب كيف عشناها من قلبنا شكرا آخر كلام إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والشراك لقناة شادا تيفي مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد مع شادا تحل المشاهدة شادا أول قناة فنية بالمغرب